في ظل انتهاكات اسرائيلية متواصلة بحق الفلسطينيين وبعد انتخابات اسرائيلية يرى الفلسطينيون انها قد لا تفرز حكومة تسعى لسلام حقيقي معهم وفق المعطيات الحالية خرجت الكلمات من على منصة الامم المتحدة لتؤكد على حق الفلسطينيين في سلام عادل وشامل يفضي الى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها الكدس الشرقية الرئيس المصري عبدالفتح السيسي اكد انه حان الوقت ان يتخذ المجتمع الدولي قرارات جريئة تعيد حقوق الشعب الفلسطيني وترفع الظلم عنه مشيرا الى ان العرب منفتحون على اي مبادرات تأتي بالسلام العرب منفتحون على السلام العادل والشامل وان المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة وان الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الاوسط الا اننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين الموقف نفسه وعبر عنه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي اكد ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية يمثل مأساة انسانية عالمية وشدد على ان حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي ان استمرار الاحتلال ليومنا هذا مأساة اخلاقية وعالمية فلا يمكن الاحتلال او نزوح او اجراءات تتخذ بالقوة ان تمحو تاريخ شعب او اماله او حقوقه ما من شيء يستطيع ان يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولي بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير وداخل اروقة الامم المتحدة لم تغب المناقشات حول القضية الفلسطينية فجاء اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس حيث بحثت طرفان اخر المستجدات في ظل انسداد افق العملية السياسية بسبب القرارات الامريكية واستمرار التصعيد الاسرائيلي اشتركوا في القناة